خلاص بناء على قرار اتحاد الكرة المصري اعلنت شركة تسكرتي فتح باب الحجزة صباح السلساء انه الناس تحجز مباراة منتخب مصر قدام السنغال اللقاء المكرر اللي ان شاء الله يوم 25 مارس الجاري في مباراة الزهاب في المرحلة الاخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 خلاص خلاص هنروح لستاد هنشجع منتخب مصر 60 الف مشجع بصوت واحد بيهتفه لمنتخب مصر بصوت واحد يهتفه لكل لاعب في منتخب مصر بصوت واحد يهتفه اللاعب اهلي لاعب زمالك لاعب براملز لاعب فيوتشا اللاعب اسماعيلي لاعب مصري اي لاعب هيبقى في منتخب مصر لابس تشرت منتخب مصر هنسنده بقلبنا هنسنده بروحنا احنا علينا مهمة كبيرة جدا انا بقول احنا الستين الف تحديدا اللي هيبقوا في المدرجات بيشجعوا تسعين دقيقة مع الوقت المحتسب بدلا من الضقع وزود بقى حسن ما يحصل في المباراة بس صوتنا ما يهداش ما يقفش مش بنتفرج على مباراة حضرتك رايح في مهمة قررت تنزل تشتري التسكرة او اشتريتها بالسيستم اللي عام له شركة تسكارتي هتروح تاخد تسكارتك تخش المدرج اكد انك رايح مهمة زيك زي اللاعب زي المدرب نفسك يتقطع ما تسكتش ما تهداش لو مش هتقدر تعمل ده والد انك ما تقدرش تعمل ده انا ممكن اقول مثلا لا انا مش هقدر اهتف تسعين دقيقة سيب التسكرة لواحد يروح صوته ما يهداش قادر نفسه جايبه لكن لو انت مش قادر ما تعملش كده ليه؟ المباراة دي ده حديدا محتاجة كل نفس كل صوت في المدرج تشجيعه بس لو انت برضو مش من الناس اللي بتقدر تتقبل الهزيمة او الاداء اللي مش جيد برضو ما تروحش وارد جدا لقدر الله يخش فينا هدف ونبقى محتاجين نعوض وارد جدا لقدر الله الاداء ما يبقاش حلو كل دي امور عادية كل دي امور عادية في النهاية المباراة بتاعت الكهرة دي شوت اول في شوت تاني هيبقى في السنغال مهما كانت النتيجة هنتعامل مع المباراة نشجع ونساند هدي تقول لي يعني الاداء يبقى وحش والعيب يضيع انفراد ومش عايف ايه وانا ما تنرفزه وما تدهيش في جواك قدما هتروح المدرجات يبقى جواك وانت قاعد قدام التليفزيون تنطط وكسر وزعل وعيته وعمل انت عايزه في المدرجات اللعيبة اللي هتبقى في أرض الملعة دي مش محتاجة غير المساندة ارجوكم يا جمعة انا ضد على فكرة تقسيم الجماهير يعني اللي يقول لك ايه اصل الجمهور ده الناس اللي اللطيفة مش عارف ايه اصله هو ده مش بتاعة تشجية مش بتاعة مدرجات وفي ناس تانية بتاعة مدرجات وفي ناس تانية مش عارف كل الكلام ده انا ما بيفرقش معايا انا يفرق معايا منتخب مصر بيلعب اي واحد يروح ان شاء الله هيروح الاستاد لأول مرة في حياته يروح يشجع ويساند يروح يشجع ويساند من نفسك انت بقى انت من نفسك حسيت انك مش قد المهمة مش قد المهمة انا عمال اقول عليها مهمة عشان انت حراك المرة دي مش رايح تتفرج على مصرحية مش رايح تتفرج على فيلم في السينما انت رايح زيك زي اللاعب رايح تعمل مهمة هيبقى ليك دور كبير هيبقى ليك دور عظيم في المسندة والدعم عشان نطلع بعد المباراة نقول المباراة دي كيات مباراة الجامعية اللي كيات موجودة في المدرجات انا بقول كلام وانا عارف انه كده كده ما يحصل من غير كلامي من غير كلامي ده اللي شفناه على مدار سنوات دايما الجمهور اللي بيروح يشجع منتخب مصر بيشجعوا من القلب وما بيسكتش الستين الف واحد ما يسكتوش استاد الكاهرة ده استاد بيخوف اي منافس بس هو بيخوف اي منافس مش عشان المدرجات والنيجيلة عشان الجماهية اللي بتبقى قاعدة في المدرجات دي الجماهية اللي قاعدة في المدرجات دي بتساند وبقى على صوت تسرخ وتشجع منتخب مصر اما بقى الجماهية اللي هيا مش في المدرجات فمن دلوقت لحد ما نوصل للمباراة احنا مندعم ونساند واحنا مغمضين مين دخل المنتخب مين خرج المنتخب مين مصاب مين مش مصاب اصدقى يبي دخل ليه وده خرج ليه كل ده انت ملكش علاقة بي دلوقتي خالص هتقول لي يعني ما اتكلمش معلش معلش اليومين دول ما تتكلمش انا قاسف وما فيش حد بيقول لحد ما تتكلمش كلنا ينفع نتكلم بس انا بقولك ما تتكلمش عشان انت بتحب منتخب مصر زي برا بحب منتخب مصر انت بتحب بردك زي ما انا بحب برد احنا اتنين بنحبها يعني انا مش حسن منك كنت مش حسن مني بس دلوقتي عشان احنا علينا واجب وعلينا دور وعلينا مهمة كبيرة فمهمتنا دلوقتي ان احنا نسقط عجبك حاجة مش عجبك حاجة معلش انا ااسف معلش والله انا ضد فكرة اصلا حد يسكت براحتك بس اسكت دلوقتي عشان خاطر بلدك عشان خاطر دعم منتخب مصر ما تفضلش تقول ايه ده يا خبر ده خاد المدافع اللي مش عارف اصلاه خاد المهاجم اللي ما بيعافش يجيب جوال اصلا الباكريت ده هيلعب ازاي على ساديو ماني اصلا الباكليف ده ازاي مش عارف هيعمل هجمات ويعمل عرضيات اصلاه بالوسط ده بترقص بسهولة تقعد تحلل وتجول